هذا وتحتضن الرياض قمة تجمع بين الدول العربية والصين بهدف دفع مسيرة التعاون بين الجانبين إلى أفاق أرحب تكتسب القمة العربية الصينية أهمية كبيرة في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها الساحة العالمية أهمية كبرى تحملها زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للمملكة العربية السعودية والتي وصفتها بكين بأنها أكبر وأهم نشاط دبلوماسي بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية وأنه سيصبح حدثا تاريخيا في تاريخ تطور العلاقات بين الصين والدول العربية وبخلاف عقد قمة سعودية صينية وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية إلا أن الزيارة الخاصة بالرئيس الصينية تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات بعد إطلاق المرحلة الأولى مع إنشاء منتدى التعاون الصيني العربية في عام 2004 وإعلان مبادرة الحزام والطريقة في عام 2013 حيث ترسم تلك القمم خارطة طريق قادمة للتعاون في مجالات سياسية واقتصادية وتقنية وعلمية ويتصدر جدول أعمال القمم السلاسة الاهتمام بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والكفاية الذاتية لضمان مواجهة تكرار الأزمات بشكل أفضل فضلا عن تعزيز التعاون في التحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر وكالعادة يكون حجم العلاقات الاقتصادية هو ترجمة للعلاقات السياسية بين الدول فإنه من المتوقع أن تشهد القمم دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين حيث ترسم القمم خطط العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي والصين ما بين عامي 2022 و2025 فضلا عن أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار وتوقيع وصيقة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين وخطة الموأمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق مع إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين وكعادتها في الآوينة الأخيرة تسيطر الأزمة الأوكرانية على معظم الاجتماعات والمحافل الدولية تسعى القمة العربية الصينية إلى إطلاق موقف موحد من الأزمة في أوكرانيا يهدف في المقام الأول إلى دعم التسوية السلمية